مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي ويجدو لي شيء كما ترونه هادو را مجدو لي نتوت يعني خاصني دباء ضروري انني نستعمل هاد القفص يعني هاد القفص حاولت انني ندير فيها واحدة صميم ديالي خاص بي وبغيت نوري لكم الناس اللي يقولوا يا بغينا قفص نموذجي بالنسبة للعلو الطول ديالو شحل من الولادة فيه هادا را قفص يعني نموذجي لخمسة ديال الولادات هانتو مكين واحد اثنان ثلاث اربع خمس ولادات تصميم ديالو كيفاش اول العلو عالي بخمسة وثمانين سنتيمتر يعني بالنسبة للعلو ديالو انتم مكين ما كتشوفو ليد ديالي يعني قدل وقفة ما كنقولو قدل وقفة بالنسبة العلافات كتتعطيه الاكل من برا هذه العلافات هاني تصانعهم راتي يعني تصانعهم يداوي بسيط ولكن فعال هادا العلافة كتتمد الاكل الداخل يعني كتترمي الاكل من هنا وكيبان هوا من الداخل يعني سينا شي غادي تتحلى ليهم وتقتعطيهم الاكل من هادا الجيهة انما كتعطيهم غير العلافة انكين اراني بلي كيكونوا كي اديو يعني تقتعطي الاكل من هنا من هادا الجيهة وهما كي ياكلون هادا الجيهة بالنسبة لطولة غالفانيزي هي ادي اراني فاصل بيناتهم هكا لانا باختراس كيكون واحد السلك من هالنوع مثلا اه يعني ما بين ممكن انها تخشي الصبع ديالك هكا جربتها اذا مشيتي تفصلت بيناتهم هناك كيبقاهم ما ياكلوا بعضياتهم كيبقاوا ياعدوا بعضياتهم اما بالنسبة لهادا الطريقة هالي هادا طولة غالفانيزي وصالحة انا جربتها في الصيف لمشتاء يعني الناس اللي ياعد يقولوا لي لهادا الطولة هادا غالتي تسخن معها في الصيف انا جربتها ما تسخن شعناش لانها عالية على الارض بخمسة وثمانين سنتيمتر ما غاليش تسخن بالنسبة للشبيك هادا الشبيك هادا ارا كيتباع بخمسة وخمسة من دلهم للمتر كاري الناس اللي بغاوا يسولوا لهادا الشبيك هادا هادا اسم ديالو غالفانيزي يعني هادا شبيك غالفانيزي كما كتشوفوا العوينات ديالهم هنا فيهم سنتيمتر بحيث اننا فيهم جوج ميزاج ان الارنب ممكن انه وفي نفس الوقت انه ذاك الزبيلات ديالهم وفضلات ديالهم كيطايحوا يعني اه واسيلا احد وحداين بالنسبة الولادات هادا هادا يجيها هيا كتسد هنا هيا فتعطيهم الماكلة من هنا وتسد بها الطريقة هادي يغيسل كل اي حاجة المهم المهم كتسدها في هالطريقة هيا هيا صافي كتسد بدي مسدودة للجهة الاخرى سموكين حاول انا ندير واحد هنا باش نقدر نطل ان يا هذه ما هي الا طلالة وككل في الجهات دا انه يديروا على حساب ممكن انه ستعملوا هادا هادا الولادات وديروا هنا واحد واحد عازل اللي غادي يمنع ما بين هنا هاد الجهة ديال الولادة وهاد الجهة ديال الام علاش احنا في حالة واحد لقيتها اه نقولوا بغيتوا انكم ديروا يعني الرضاعة الحبيثة كتخشي واحد خشبة من هنا وممكن انكم توليد دخلو النتوة ديالكم هاد الجيهة اللي هي عندها باب اخر انتوما هناك تشوفوا هاد باب اخر لي كي يدي الجيهة ديال الولادة هاد هاد الجيهة ديال الولادة ما هي الا شبيكة بحد هادي شبكة عادية مربوطة هنا يخليت لها فراغ ونربط هبس بالاسلاكة هيا صافي هنا يا منهم من نفسين منهم انهم اه محميين اه قادية ديال الباب ديالهم الباب بسيط يعني رغي مش بتسرك هنا مشيشي حاجة هوا هنا درت هاد هاد شبيك هنا بالعاني باش انا الراقب كمتا جيهتين من هاد جيهة يعني لمشي تدرت واحد خشبة هنا يا يعني عازل ما بين هنا وهنا ومقا ندخل نتوة انها تردع هادي كي الرضاع الحافيسة هادي تردع يردعو منها الصيغار ديالها بزز منها هاد شي هذا دول دول الفكرة ديالها ممكن اناني نحضيها هي اشن دايلة وممكن نحضيهم هما اشن دايلين يعني هادرت هاد هاد شبيك منها وهاد شبيك منها اه الشبكة هاد يردعو من معن عادية اه خمسة دراهم بالجملة ستدرامونس كدير كتباع ايه ستدرامونس كتباع خمسة دراهم شيتون بالجملة هاد شبيكة انتم مرشو شوف العوينة ديالها دراهم زيانة باش يقدروا للصيغار انهم يتنفسوا بالنسبة العدد للولادة سرهم كينين خمسة انا ملقى ليش هاد شبيك هادا استعملت هادا لانه هادا مشي مشكيه من الفوق من الفوق انه اه يكون اه يكون خشبه ولا يكون اللي كان المهم عنا وهو هادا هادا خص يكون مشري هادا اه شبيك غالفانيزي كما قلت لكم نرا كيدير خمسة وخمسين درهم اه يعني كله ممكن انكم تشرعوا وهدا يقدرىكم فهواحد اه جوجمتر اه جوجمترا صافرا كافية وعدرا اه соقتبل الس specjal خوية ديال الشبكه هاي انا غاديتتقى مع الم sandwichو الخاص انه مشي جوجمترا ممكن انه من كافيا له كامله بالنسبة للناس اللي هادي يقولوا لي العلو العلو ديال من هنا للهناية هدا العلو انا درت فيه 35 سنتيمتر ممكن تديرو فيه 40 سنتيمتر في مشكلة غيء فكرة ديال هاد الشي كامل وهو ان يكونوا عندكم بلاسة ديال الولادات يعني كتطلوا عليها بلاسة الولادة عندكم العلافة ديالها مشي تديرو العلافة من داخل وتقاد تقادكم الارنابة هنا تديرو العلافة من هنا على برا كما كتلاحظو وهي كتتكل من داخل بالنسبة للباصة اللي غادي تدير تولد فيها كتكون هات الجيهة بوحد عندها بيبان بوحدهم هادو كلهم بيبان لاحظوا واحد زوج ثلاثة اربعة هاي خمسة يعني ايي اه انا لاش ايه ايه بجهة هادة ايه هاد القفاصها هادة لان احان الدور دياله ينها هادة ايه انتوت رى ارابدو كي وخار انهم صغارين يعني راحت انا بدو كي كاي تزوجوا احني انا معا موحد ذكر لابقصني ان Forum نحيلهم من ثماء ونجيبهم لهذه الجهة لا احتاجه شي تفسير ولا شي حاجة من القفص هذا هذا القفص نموذجي للغاية حقيقة خيص في الثمن ان الطولة غالفانيزية الطولة هذه خيصها مغالية اديرها كدير 12000 فرنك المتر كاري وعدك هنا الرقيقة هذه حيث غليظة اديرها الثمن اديرها غليظة اما الرقيقة ادير 80 دلم 85 دلم المتر كاري يعني كون الناس اللي اللي مقدروش انه ميصنعوا بحالة الحويجهد ممكن انه يشري السلعة ويديها للحداد يعني للسودور ويعطيها هاد الفكرة يقولوا انا يا بغيت هاس مبغيت هال مقاييس اللي عندي كل واحد ممكن انه يكون عنده واحد استحقص غير ممكن يدير منه غيجوج من هادو غيجوج بلادات صافي ودير الرجل هنا صافي وهاي عندك قفص نموذجي بالنسبة للفضلات الناس غادي يقولوا لي الفضلات كيف فاش غادي نديرو لها الفضلات وهي هادو الميكة هادي هالي هي الميكة هادي هادي غادي لالسقار هنايا تحت منه يعني تحت من هاد القفاص هادو وغادي نجيب تستل كما هادو تستل وغادي نحطه هنايا وغادي تدير هنايا الميل يعني هنا هادي تربط هنا يا تربط الميكة المسيح في المستوى ويجب بسطل هنا لكي تجمع الماء الفضلات المسيح في المكة يجب تجمع الماء ويمشي لعند الإسطل الماء ممكن أن تخلصوا منه اذا قفصنا موذجي يعني اخدوا الفكرة انا نوردكم هاد الفيديو هادا باش تاخدوا الفكرة يعني ممكن هنا يا ما تديروش هاد الشي ممكن تديرو يعني غي بلاسيك ولا اي من الفوق مش مشكي يعني من الفوق هادي غي كباب باب باب كيتحلها كوكيت ممكن تديرو بالخشاب ولا اي حاج وكن كما قلت لكم اللي مهم وهو هاد هاد الشبك هادا خاص ضروري يكون لانه هو اللي كيساعد الالاني مكيعد بهاش بالعربية في نفس الوقت كيطيحوا الفضالات في نفس الوقت ما يتخشوش اللون رجليهم ما يحصلوش اللون رجليهم اه سنتيمتر راه هاد الشبك هادا ممكن انكم تلقاو غالفانيزي غالفانيزي المعنى دياله انه ما كيصديش وخا ترشفوه منه المام مثلا انه ندبها كان نقيه هاد 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 طولا ها كان كب عليها هاكا ما ما غديش تصده علاش انه هادا مشي حدي سوف تحديدها هذه طولة غالفانيزة وهذا الشبك تقوى غالفانيزة هذا لا يمكنك تصداش وخير تكبف منه الماء لا يمكنك تصداش غير العوينة يعني هذا المربع هذا الدلع دياله راح فيه سنتيمتر ماشي جوش سنتيمتر وماشي سنتيمتر ونص وماشي نصف سنتيمتر رقاع اللي غادي يجيب شي مقياس خور من غير هذا ما غاديش يخدم له هذا المقياس هو اللي يخدم سنتيمتر هنا يكون سنتيمتر اذا هذا هو اللي يقفص يعني بالحقيقة اي واحد ممكن يخدمه يعني الطولة هذي كاتمشي كاملها هكا وكاتدين الافتيحات هنا وكاتجيب هذه العلافة هكا وتركبها هالا صافي كاتولي باللي كاتتخشين ماكلمه هنا وكي ياخدها الارنب من جهة الاخر اذا خدوا الفكرة وشرحوا هالشي السدور الناس اللي يقدروا يعني يصنعوا بيدهم اعمل شي شي حاجة مطرقة لامول يعني ادوات بسيطة ممكن انك تصنع هذا القفص ما قد ديتوش ممكن انكم تشرحوا الفكرة الواحدة اختصافي يعني عنده لامول عنده المسائل دياله اللي كي يصوب هالشي وديروا معها الثامن وان شاء الله يكون لخير اذا الفكرة ديالي هي هالي الفيديو ديالنا رسالة كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة رادية بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر جيم متنسوناش بزير جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله